دلوقتي بقى هتكلم عن موقع كولاب. لو انا دخلت كده في جوجل قلت له. انا عاوز. كولاب. طبعا ده اسمه جوجل كولاب. فاول صفحة بتزغر لك كده بيقول لك ايه انت عاوز تعمل ايه دلوقتي? انت عاوز مسلا تعمل نيو نوتبوك. طبعا انت دلوقتي اشغال على كولاب ده هو بس عكلاود. وطبعا نفس الميزة بتاعتك اجل ان هو مسطط بكل حاجة. انت طبعا مش محتاج تسطب اي حاجة. هو عم تسطب لك كل حاجة تنسل في له كيرس وكل حاجة انت مش محتاج تسطب. فاللي عنده مشكلة مسلا في الجهاز بتاعه ممكن يشتغل على على الكلاود احسن. وافضل انا شايف ان هو افضل يعني. طيب. فمسلا انا ممكن اقول له هنا ممكن تختار مسلا تقول له اه بيجيب لك اجزامبلز من عنده يعني او اه الحاجات اللي لسه فاتحها من شوية. او عاوز تفتح فايل موجود على جوجل مسلا جوجل درايف. فمسلا انت ممكن ترفع الفايل بتاعتك على جوجل درايف. هو يفتحها لك من جوجل درايف. ولو عندها مسلا اكواد على الجيت هاب فممكن بربطة تفتحها من الجيت هاب. او ممكن تعمل لفايل معين معين. فانا عاوزين بس انت دل الوقت نشتغل على نوتبوك. فيفتح لنوتبوك فاضية. عاوزين نجرب يعني شوفني بيبشتغل ازاي يعني. فطبعا لا يظهر دلوقتي نفس الشكل بتاع الجوبيتر العادي جدا. فانا مسلا لما اقول له امبورت نوم باي. از ان بي مسلا. طبعا ده كود عادي جدا في البيس وانا هو يعمل فاقول له طبعا ران. فاول مرة بس ياخد معك وقت وبعد كده يشتغل معك تمام. بالشكل ده كده. طيب. اه في كزا حاجة فوق اللي هي الفايل مسلا ممكن تعمل لوقيت لفايل موجود على درايف وتشغلو هن. ممكن تعمل نوتبوك. ممكن تعمل اوبن نوتبوك انت عملتها قبل كده. ممكن تعمل نوتبوك انت عاملها من هنا وبصريق مزايفة ما عندك مسلا على الجهاز. بالشكل التالي. ممكن تسايفها طبعا باي شكل انت عاوز. طيب. اه عندك هنا ايه ممكن نتكلم عنه. مسلا. اه يعني هو نفس الشكل بتاع الجوبتر عادي بالزبط. عندك بس في الشمال كنا فيه كزا حاجة كده اول حاجة هدي. بيجيب لك انت واقف عليه دلوقتي. يعني انت عملت ايه قبل كده وانت لو مقسم حاجة سكشن زي هم. يعني انت مقسم مسلا وعمل كده. فمش مهمة او بنسباب انا. ثانية حاجة مهمة ان هو بيجيب لك شوات اكواد جاهزة كده لو انت عاوز مسلا مثل تعمل مسلا. فبيجيب لك الكود بتاع الكاميرا كابتشون. كود بتاع اباوة ان هو بيعمل. لو انت عاوز مسلا اي حاجة من الحاجات اللي موجودة عندك دي فعندك كازا طبعا كازا حاجة هنا كده. آآ بتختار الحاجة انت عاوزها يعني بيجيب لك اكواد جاهزة بتاخدها وتحطها عندك على طول. تمام? طيب. الحاجة اللي بعد كده ديت اللي هي تقسيم الفولدر نفسه بقى. انت مسلا عاوز ترفع فايل موجود عندك. آآ فانت بتعمل يعني بتعمل موجود على الجهاز وبترفعه هنا. ماشي? فانعاوز مسلا بتعمل ما انت على بتاعك. انت حط مسلا اكواد على فبيجيب لك هنا ويجيب لك الاكواد اللي موجودة عندك. وتقدر ايه تاخد منها كود مسلا وتنفيزه عندك هنا كده. ماشي? فهدي الميزة بتاعت آآ كلاب وكاجل. الميزة بتاعتهم الوحيدة اللي انا شايفها يعني ان هو دلوقتي بيشتغل على آآ كلاود. وطبعا السي بيو بتاعه عالي جدا بيشتغل كمان على جي بيو. فبيديكسر الحياة ان تشتغل على جي بيو. فبالوقتي بيسرع معك. بيسرع معك في آآ الاوبوت اللي بيطلع يعني. فطبعا افضل بكتير جدا من انك تشتغل على الميزة بتاعتك ايه. ماشي كده يا شباب. آآ ده ده بس اللي انا كنت عاوز اعرفه ان هو كلاب وآآ كاجل يعني حاجات بديل للمشاكل اللي موجودة على اللباب بتاعته. والسلام عليكم ورحمة الله.